الخطر الأكبر يكمن في لحظة النصر مقولة منسوبة إلى نابليون بونابارت توضح أهمية الهجوم المضاد التكتيكية حتى في آخر لحظات المعركة وعلى مر التاريخ كانت هناك العديد من الهجمات المضادة التي غيرت مسار الحرب قبل التعرف على أشهرها دعونا في البداية نعرف الهجوم المضادة وهو تكتيك عسكري يستخدم بهدف إبطال أو إحباط الميزة التي اكتسبها العدو أثناء هجومه وعادة ما يكون بهدف تحرير الأراضي المحتلة أو تحقيق الفوز على الخصم حين ينجح في المناورات الحربية فيستخدم الهجوم المضاد في صد هجوم الخصم وضربه بسرعة وبشكل حاسم بهدف سحق وصدم الخصم الذي لم يكن يتوقع ذلك الهجوم وهكذا كانت المفاجأة سببا لنجاح العديد من الهجمات المضادة التي غيرت مسار الحرب عبر التاريخ وعلى وجه التحديد عملية باكرياتون التي تعد مثالا جيدا على التنفيذ الصحيح للهجوم المضادة فهي واحدة من أكبر العمليات المضادة في التاريخ العسكري وحدثت أثناء الحرب العالمية الثانية في صيف عام 1944 حين نجح الهجوم الذي شنه حوالي 1.7 مليون جندي من الجيش الأحمر على الجبهة الشرقية بعد أن استولت ألمانيا النازية في عملية بارباروسا على أراضي الاتحاد السوفيتي صيف عام 1941 ولكن قبل بدء الهجوم المضاد على بيلاروسيا خدع السوفيت القادة العسكريين النازيين بجعلهم يعتقدون بأن الهجوم سيحدث بالقرب من أوكرانيا فأنشأ الجيش الأحمر معسكرات وهمية للجيش في أوكرانيا وبعد إبلاغ طائرات الاستطلاع الألمانية عن تركيز القوات السوفيتية في المنطقة تم نقل فرق الدبابات والمشات جنوبا من بيلاروسيا ما جعلها عرضة لهجوم كبير تم دعمه بتدمير خطوط السكك الحديدية الألمانية لإعاقة الجهود الألمانية لنقل الإمدادات والقوات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وإضعاف مركز الجيش الألماني في أوكرانيا إلى أن بدأ الهجوم على بيلاروسيا في الثاني والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائة وأربعة وأربعين من قبل واحد فاصل سبع مليون جندي سوفيتية تغلبوا على المدافعين الألمان المستنفدين واستولوا على منسك في الثالث من يوليو ومن ثم على بقية بيلاروسيا حققت عملية باكراتيون نجاحاً سوفيتياً هائلاً وفتحت طريقاً إلى برلين بعد سقوط بيلاروسيا ولكن ماذا عن أحدث هجوم مضاد تشهده الحرب الروسية الأوكرانية حالياً؟ ما تزال أوكرانيا تكافح مع دفاعات الكريملين الصعبة فهل تنجح في هجومها المضاد لتحرير أراضيها؟ وهل تنجح في كسر خط الدفاع الروسي؟ في كل يوم فيديو جديد اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر